انعم الله عز وجل على داود عليه السلام بالنعم الوفيرة والأفضال الكثيرة انعم عليه بالنبوة والحكمة والملك وكان يفهم لغة الطير وكان يدرك أن الإيمان بالله هو القوة الحقيقية في هذا الكون كما أنعم الله تبارك وتعالى على داود بأن رزقه سليمان عليه الصلاة والسلام قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وهبه الله عز وجل الملك وهو ملك لم يعطى لأحد من قبله ولا أتيح لأحد من بعده ومن معجزات النبي سليمان عليه السلام أن الله تعالى علم داود وولده سليمان منطق الطير أي لغة الطير والحيوانات يقول الله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين فقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم في مواضع عديدة ذكرهما الله تعالى في مواضع في هسماهما مع بعضهما إذ قال ربنا عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وجعل الله تعالى سيدنا داود عليه السلام خليفة له في الأرض لمكافحة الظلم وإظهار الحق بين الناس قال عز من قائل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكن بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وذات يوم كان سيدنا داود عليه السلام جالسا بين الناس ليحكم بينهم فجاء رجلان متخاصمان إلى قصر داود عليه السلام فكان أحدهما عنده زرع وكان الآخر عنده غنم فقال الأول إن لي زرعا أزرعه وأحصده وأكل بثمنه وقد أثمر زرعي وقبل حصاده غارت عليه غنم صاحبي هذا فأكلوا الثمر ودمروا الشجر ولم يحاول صاحبي هذا أن يمنع غنمه أو يمسكها عن تدمير زرعي فسأل داود عليه السلام الرجل الثاني عما إذا كان ذلك صحيحا فقال الرجل نعم فكان حكم نبي الله داود عليه السلام أن قال لصاحب الغنم اعطي الغنم لصاحب الزرع ربما كان مستند نبي الله داود عليه السلام في هذا الحكم أنه وجد أن قيمة الزرع الذي أكلته الغنم يساوي قيمة الغنم ليعوض خسارته في زرعه وحينما خرج الخصمان لقيهما سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كان جالسا على الباب الذي يخرج منه الخصوم وقيل كان في الحادية عشرة من عمره فقال عليه السلام بما قضى بينكما نبي الله داود فقال قضى بالغنم لصاحب الحرف وعرف منهما ما حدث وما حكم أبوه في قضيتهما وعند ذلك قال سليمان عليه السلام لأبيه أتأذن لي يا أبي أن أقول رأيي يا أبي هناك حكم أرق بالرجلين من هذا الحكم وهو أكثر رفقا بهما فسمح له أبوه عليه السلام فكان حكم سليمان عليه السلام قال نعطي الغنم لصاحب الزرع يستفيد بلبنها وأصوافها ونترك صاحب الغنم يزرع الأرض حتى تثمر وتصبح كما كانت قبل اعتداء الغنم عليها وعندئذ يأخذ صاحب الغنم غنم ويأخذ صاحب الأرض أرضه وكان رأيه أن يأخذ صاحب الزرع الغنم فيرعاها وينتفع بها ويأخذ صاحب الغنم الزرع فيصلحه ويعيد زراعته إلى أن يعود لحالته الأولى فيعيده إلى صاحبه ويعيد إليه صاحبه غنمه بعد أن يكون قد استفاد منها ولما سمع داود عليه السلام بهذا الحكم أعجب به وقضى بين الرجلين بما نطق به ابنه سليمان عليه السلام فقال داود وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك وقضى بما قضى به سليمان عليه السلام فكان القضاء في هذه القضية قضاء سليمان عليه السلام وهذا ليس طعنا في نبي الله داود عليه السلام لأن الله تعالى قال عنهما وكلا آتينا حكما وعلما وقد أشار الله سبحانه إلى تلك القصة في القرآن الكريم فقال عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وأشار القرآن الكريم وهذا ليس قدحا بشخصية النبي الكريم داود عليه السلام إنما هو يبقى بشرا ومن استطلع الحكم في قضية الحرف هو النبي سليمان بن داود عليه السلام ورغم أنهما هما لاثنان أوتي العلم والحكمة إلا أن هذا لا يمنع أن يفوق أحدهم الآخر في الحكمة والعلم ولذلك كان فيه قوله تعالى ففهمناها سليمان فهنا إشارة إلى أن قدرته على حل القضية وكان ذلك بفضل الله عز وجل وتوفيقه وقوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أي وكل واحد منهما آتيناه حكما وحكمة وعلما كثيرا لا سليمان وحده ففيه دفع ما عسى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون حكم داود عليه السلام حكما شرعيا فالله عز وجل أعلم بما يكون من ذلك ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم آمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا